عقد رئيس عبدالفتاح السيسي مبحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث أكد الزعيمان رفضهما التهجير القصري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن كما حذر زعيمان من خطورة الدعوات لتهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي وشدد على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري على نحو مستدام وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحبه ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وسقوط الألاف من الشهداء والمصابين حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال الاستهداف المدنيين مع التأكيد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع كما جرى استعراض الجهود الحثيثة التي تبدلها مصر والأردن للدفع نحو التهديئة وخفض التصعيد وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة كما بحث الزعيمان تطوير العلاقات في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين المصري والأردني وذلك بالإضافة إلى الحرص على مواصلة التشاور والتنصيق الدائم على أعلى المستويات السياسية بالدولتين ترجمة نانسي قنقر